السلام عليكم أحبا بك في حالكم أتمنىكم ويخير على خير ومباركة مرة أخرى والتوفيق والصحة والعافية اليوم ان شاء الله دونس سوف ندره مع بعضية نارة رائع جدا أرع من المخابز سوف نرى المقادر والطريقة التحضير بسم الله بركة الله سوف نرى المقادر مع بعضنا دونس سوف نحتاج له مقادر ومع الطريقة سوف نبدأ مع بعضهم ان شاء الله بالعالمين سوف نحتاج له ملعقة سكر سندة سكر حبيبات سوف نضعهم في البول سوف نضيف ملعقة كبيرة الخامرة الفورية ملعقة كبيرة ونضيف 1-300 مليلتر ما يعادل كأس ونصف عن بعض الحليب دافئ ونضيف لهم نصف كأس الماء ونخلطهم مع بعضهم جيدا وعادة نضيف لهم كذلك زوج البيضات اللي يكون مدرجة حرارة المطبخ بالتأكيد ونكونوا من قبل ونضيفهم مباشرة نفوق الخاليط نجربهم بالماء نضيفه ونضيفه ماء ونضيفه البيض ونضيفه ونضيفه كيس السكر ونضيفه 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 بالنسبة للدقيق أنا احتاجت وكفاني 600 جرام ودائما نقول دقيقات يبقى على حسب النوع اللي تستعمله تتفاوت بين 20-30 حتى 50 جرام إلى طول يعني يكون هذا اول فرق لا يكون فرق كبير 600 جرام مهمة نخلط دقيق قبل ما تبدو به بالأحسن يكون دقيقات ممتاز لينفعكم نضيفه بالتدريج شوية بشوية ونجمعه الخاليط نخدم غير بالمضرب اليدوي أو بالفو كما يسميه كل واحد يحب يسميها نخلطه بالمضرب اليدوي لما الخاليط يتقل سوف نضيفه بالمضرب اليدوي ونكمله باليدوي لا نحب الكفوف تعمل دائما باليدوي ونخلطه الكل جيدا حتى يصبح الخاليط اللي سوف تشوفه في الصورة العجين سوف يصبح جيدا لينة ما هيش جارية وما هيش ابدا شدة فراسة بزيف يعني تكون جيدة لكي تعطينا دوناس طبيعيين اخر شيء نضيفه هو الزبدة عندي 50 كرام الزبدة بدرجة حرارة المطبخ وميعاد الملعقة كبيرة ونصف تقريبا ونضيف 50 كرام الزبدة ونبدأ ندخلها في العجين بالطريقة التي تشوفها في الصورة معايا اللي ما بغاش يشتغل في البول وبنسبة الزبدة يشتغل فوق سطح العمل يحيد البول ويدخل الزبدة في العجين فوق سطح العمل انا حبت نخليها في البول باش من يعني مقام موسخة بلاسة واحدة لما نخصر كل شيء لسطح العمل هندخل الزبدة جيدا جيدا يعني تتأخذ معنا العملية باش العجين يكون زوين ويعطينا نتيجة رائعة تتأخذ معنا تقريبا من 10 دقائق حتى 12-13 دقيقة تل 15 دقيقة ماشي اشكال قدم معركناها العجين تعطينا نتيجة رائعة ضروري هذه العملية لا بد منها هذه تبقى طريقة الخاصة بأم عبدالله فاطي والكل الحفية في طريقته ومباشرة منيك نكمل سنأخذ العجين ونضعها في واحد البول أخرى التي تكون نضيفها نضيفها شوية دقيقة وهذه نغطيها فيلم أليمونتر سنضيف شوية دقيقة من الفوق باش ما تلتسقش لنا بالفيلم أليمونتر درجة الحرارة المطبخ تختامر كتاخد معها تقريبا 20 دقيقة كتكون مختامرة 25 إذا خليتها مشكلة 30 دقيقة باك تعطي نتيجة جيدة بعد ما تختامها إن شاء الله رب العالمين سنضيف مباشرة باش نفرد العجين دينا هنفردوها فوق سطح العمل هبا كي يباليكم إن شاء الله كيفاش اختام مرد هنجيبوا المدلك دينا وغن نبشو شوية ديال دقيق فوق سطح العمل ونبدأوا فرد العجين واحد يعني نصائح الليه بده منها النجاح فوق سطح الدوناس العجين ما نفردوها ما نرققوها لا 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 سيبقى فيها من سنتيم حتى الجوز سنتيم في السمك يعني سبقى العجين شوية سميكة باش تعطينا دوناس عاليين وغن نجيب يعني شوف القطر الدائرة اللي هتقطعوا بها كتتحكموا في انتوما لاحسب الدوناس بغيتهم الوليدات صغيرين ولا بغيتهم الناس العاديين هكذا يبقى لكم الاختيار أنا قطعت بهذا الدائرة اللي عندي يعني قطر ديها مزيان متوسطة الحجم إلا كان عليكم شي حفل أو شي عيد ميلاد أو شي حاجة بغيتهم تدير الدوناس لوليدات صغيرين غن نجيبوا شي قطر ديها شي حاجة تكون أصغر وتقطعوا بها حتى يلدفتوا بكأس ديال الشاي للفم دياله من التاسر عادي يكون مزيان يعطيكم دوناس صغر غن نفردوا العجين وغن ندخل ديالها لازم نوضعو داك التقب قد داك التقب أنا وضعته بغطاء ديال القارورة ديال الماء انتم عليكم الاختيار باش غادي توضعو داك التقب وغادي نكون نوجت واحد سينية ديال صفيحة ديال الفرن وغا نوجد فيها ورق الزبدة غا نقطعوا القطع متساوية مربعات متساوية لتقدني الدوناس ديالي ابقengo الاختيار وغادي نبدأ مني نكمل الدوناس نحطها فوق ورق الزبدة كل وحده نحطها فوق ورق الزبدة الغرض من ورق الزبدة الدوناس أدار ديننا منيك تخمر وتعلى ما نقصوهاش بال الايدي ديالنا لنبدأ جيدا ما يبقاش فيها الأطار aطار والاجينا�가عوجه ليناchem من طبعا خاصة ازينا الدونص بيالنا مقدة هذا هو الهدف عاديagh مهم من بعد نضع الضنات فوق الورق الزبدة. نكملهم كاملين. نجعلها تختامر لجانب. نغطيها. نجعلها تختامر. لكم الاختيار لتغطيها منديل المطبخ يكون نظيف اكيد. او ورق الزبدة. لكي لا تغطيها. لكن هناك حاجة دافية لتدفع. لان الجو بارد. مني ستختامر ان شاء الله. ستشاهدوا معي في الصور. كي كده يولي الحجم ديالها رائع. سنجلبوا مقلات. ونضيف فيها الزيت. وتكون الزيت غزيرة. يعني الزيت مزيانة. ودرجة حرارة ديال النار. تكون يعني مرخوفة. تكون قليلة. ما تكون شمية على الاخير. لكن تكون قليلة. بشي طيب الناس من الداخل. كي تخلنا الزيت نقصه. ونبدأ ان شاء الله نحطه بالوحدة بالوحدة. الحاجة اللي غتشوفها معي. او غتشوفها ببما. لكن هي طريقة احترافية. اه ان الزيت نحزوها بالورق ديالها ديال الزيت. ونحطوها في الزيت. ورق الزبدة نحن نستعملوه للأكل. يعني هو عادي اذا حطيناه في الزيت انه يدخل قلب الزيت. مش مشكل. هنا الغرض هو نحزوه كيف ما هو الدوناس. وما يتطبعش بدينا. وما يلمسوش الأصابع ديالنا. باش ما يعلمش. حيث العجينة دياله. كتكون لينا بزاف يلمدينا في اي دياله. او حطيناها بلورق الزبدة. كتلصق لنا. مهم من اللي ما بغش يدير ورق الزبدة. يمكن لي يرش دقيق. كميان زيانة في صفحة ديال الفرن. ومن يجي هز يحاول ما يدفش الأصابع دياله. هز بشي حاجة بشي بشي حاجة لي تزليه. باش ما يخسروا ليه دياله. وكان نوضعهم كي قنا في الزيت. وكان نوضعهم بالورق. مجرد ما كتبديتش دفاسها. كان نشيلوا الورق. كان نحيدوه بواحد يعني بواحد البانس. البانس خاص بالمطبخ. كان نحيدو به ذاك الورق. وكان سقطروا من الزيت قبل ما نحيدوه. باش ما يقطرنيناش. ونوضعوهم في واحد صحنة باش نحيدوهم. بعد نتخلصوا منهم. ومني كتكمل الدونس ديالنا. كان نحيدوها وكان نحطوها. وغادي شوفوا ان شاء الله كيف راش خرجوا. اه رائعين صراحة رائعين جدا جدا جدا. اي لادرتهم ما غاديش تندمو ابدا. هي جربوا ردو علي الاخوار. اه تزين كيبقى اختياري. راتشوفوا معي انا اختارت نزينهم بطرق مختلفة. باش نعطيكم بزاف ديالافكار. وكيبقى لكم الاختيار اكيد. عندي فيرميسيل بالملونة. عندي شوكولة ابيض. شوكولة اسود. عندي كدلك موربة ديال المشموش. السكر ساندة او سكر حبيبات كدلك اغنزين به. وعندي شوية ديال لوز افلي. بالنسبة اللي عندو اللوز كونكاسي. اللي ما عندوش اللوز يدير فول سوداني او الكوكاو مهرمش كيجي رائع كدلك فيهم. مع الموربة يكفي. اللي ما عندوش سكر ساندة حبيبات. هو كيجي رائع. ممكن بقى الاختيار لكم. وردو ناس كيجي هائلين هائلين هائلين. من حتى نتكلم عليهم. هما تيبان راهبين لكم. باي لكم. والماذاق كان ضمنوا لكم قبل الشكل. عند ام عبدالله دائما تأكدوا من ان الماذاق عندها قبل الشكل. يعني فاش تتصو بالحاجة تتحطها. ماذاق هائل دون اي شكل. غير تبعوا النصائح. وتبعوا كل شي كيف ما هو. باش نجح لكم اي شيء اي وصفة ان شاء الله في العالمين. كان حبكم في الله بتتعرفوها. من سيلة تتعرفوها دي. اه زيب الاحمر. المربع الاحمر. ضغطوا عليه. وهي يطلع عليكم اذاك الجرس الصغير. بلا اجنيحة. اه كبسوا عليه تاو. نقروا عليه. نقروا عليه. نقروا عليه لكم هاداك صاحب جوش دي الاجنيحة. تم كتكون صبحته من الاهل والاحباب. طولت عليكم شوية الكلام ياك. لكن من اجل مصلاحة الوصفة. ومن اجل نجاح الوصفة. كل افادة ما كانت خلش بها ابدا عليكم. باش نجح اي وصفة ان شاء الله بالعالمين. وتفرحوا بها. وتفتخرب ام عبدالله انها كتحط اشياء اللي في المستوى. وتلاقي بكم. كان هادا هم الظوناس دينا. زينتهم بشكل اشكال اللي كتشوفو. اه كانت مني يعجبوكم. انا نلو رضاكم. انا نلو رضاكم كتور يم التعليق. وعبرو على على الاراء ديالكم في التعليق اللي كنحبها. وكتشجعني وكتزيبي الامام. ودائما ان شاء الله نحاول نحط ما يفيد. ونقلب دائما على الاشياء الجديدة والاشياء اللي في افادة لكم. ونجيبها ان شاء الله. هذا بفضل انكم دائما كتحفزوني. كتخليوني نزيد الامام. ونعطي محتوى لهو نظيف. ومحتوى اللي يليق بكم محتوى في المستوى. شكرا لكم مرة اخرى. كنحبكم في الله دائما وابدا. الى اللقاء. تحياتي.